اشتركوا في القناة ان الهوية دي لا تتطور لا طبعا بتتطور انت شخصيا الهوية اللي كانت في جيبك دي كانت كرتون زمان وعليها صورة كانت بعد كده بلاستيك بعد كده بالعلامة المائية بعد كده بالQR كود يعني فيه تطور انت بتتطور حتى جوة معلوماتك فيه هويتك الشخصية يعني بتبقى حاصلة على باكريوس بتبقى دكتور بتبقى في عنوان وتغير عنوان اذا الهوية بشكل عام هي الهو هو لكن بتتطور احنا النهاردة بقى حديثنا عن الهوية المصرية احنا هويتنا المصرية ايه معالمها وهل هي هي يعني هل سبتة على مدارة أصور ولا دخلت عليها بعض الهويات الاخرى اللي تكاد تكون تمسط معنى الهوية المصرية هوية المصرية بنتكلم على انتماء بنتكلم على جغرافيا بنتكلم على ثقافة بنتكلم على فن بنتكلم على قوى نعمة يعني كل ما يخص الهوية الوطنية او الهوية المصرية هو حديث اليوم مع الدكتورة هبة جمال الدين الاستاذ المساعد في النظم السياسية والدراسات المستقبلية بمعه التخطيط القومي ايضا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية براحب بيك فندم اهلا وسهلا ومبروك جائزة الدولة التشجيعية من الدولة السنانية مرسي اويسان احنا لو حبينا نعرف الهوية بتعريف اخر يعني ممكن نعرفها ازاي الهوية المصرية هي زي ما حضرتك قلت بشكل مبسط جدا هي بتقوم على فكرة من انا او من انت ايه روافدها جزء اساسي منها كيف انظر لزيتي وكيف انظر للعالم الخارجي انا شايفة نفسي انا مين انا مصرية بنتمي الى حضارة عريقة انا عربية انا مسلمة انا مسيحية دي روافد اساسية انا بنتمي الى اي شريحة عمرية هل انا جيل الشباب ولا اكبر شوية ولا اصغر شوية انا بنتمي اي حياة عملية انا بشتغل فيها طب انا شايفة العالم الخارجي ايه ده بقى العالم الخارجي بيتم ترجمته في انتماء وولا هل انا شايفة ان انا منتمية الى بلدي هل انا بحب بلدي هل انا متمسكة بانتمائي وبعمل اعمال ايجابية تفيد المجتمع بشارك بشكل ايجابي بناء ولا على النقيد وده ممكن يدخل فيه هنا مثلا الارهابي الداعيشي بيعمل اعمال تخريبية لانه عنده مشكلة وازمة واغتراب كل ده اقدر ابوص عليه في اطار انا شايفة مدركة نفسي انا مين وده اتكلم عنه دكتور جمال حمدان في كتاب شخصية مصر انا مين ده جزء اساسي بيشكله الجغرافيا المكانية جزء اساسي بيشكله حتى نهر النيل والطبيعة المركزية للحاكم في اطار نهر النيل وتوزيع الموارد المائية ايضا انا مين في اطار الكمبوننت الجيني اللي هو ليه علاقة بالجينات الحضارة الفرعونية يعني دكتور جمال حمدان قال مصر بحكم موقعها دولة مرور جلنا استعمار جلنا تجار حصل زيجات حتى الناس الشكلة حلو المنصورة والشرقية ده نتيجة هذه الزيجات لكن هناك شريان ما زالت جينات الحضارة الفرعونية فيه اقرب الى النقاء ما حصلش فيه الخلطة الكبيرة دي في الصعيد ومع ذلك الهوية المصرية دي لم تحتفظ على مدار المئات يعني السنين اللي فاتت بهويتها يعني حصل طمس للهوية المصرية لغاية ما وصلنا الى هذه المرحلة وانا هكلمك على التركيبة الاجتماعية الحالية للمصري لكن ايه اللي طمس الهوية دي؟ انا عايزة قبل ما اقول الطمس هي بتبين في الازمات ريتك فاكر وقت 25 يناير يعني وقتها عادنا فترة شرطة منساحبة من الشارع مين اللي نزل حامى البيوت؟ الاهالي مين اللي كان متمسك حتى في الميدان الناس بيقولوا احنا كنا بنحمي بعض ده بيبان امتى وقت الازمة والشت؟ لا هو انا يعني اقعد معلّب الهوية المصرية الغاية ما تجيلي كرسة زي اللي حصلت ولا ازمة ولا ثورة فتطلع الهوية المصرية؟ لا اما الهوية كمان يجب ان تظهر في البناء وفي الرخاء وفي الحياة الاجتماعية وده محتاجة زي ريفرشمنت او نوع من الانعيش كل فترة بس زي ما حضرتك قلت في نقطة مهمة هي كمانة صحيح بس نفس الوقت حصل عوامل تعرية عوامل تعرية دي بسبب المتغيرات الخارجية يعني خلينا نتكلم مثلا تما هيجيلك يا فندم حد تاني نأسف على المقاطعة يعني لكن هيجيلك حد تاني ويقولك ما خرج من باطن الارض في اعقاب ثورة 25 يناير كل ما هو سيء ايضا وكل ما هو لس وكل من حاول يختص بالوطن وكل من هو صارخ لي الفرحة والسعادة المصرية فده ليس دليلا يعني هيقولك دي الهوية المصرية لا طبعا لا طبعا خليني اقول يعني مليش نحكم على حد سبعينه لكن انا بتكلم على هو ايه اللي بيحصل وقت الازمة والكارسة وقت الازمة والكارسة لا المصري بينطفد بيبقى مع بلده بيبقى محب البلده مهما كانت الاعباء شكلها ايه بس خليني اقول برضو يعني احنا جافين دلوقتي الحوادث والدم اللي بقى موجود زي الحادثة الفضيع على شنيع بتاعة نيرها اشرف الله يرحمها تمام الجيل ده والشباب دول هم كان عمرهم قد ايه في 25 ينار 10-11 سنة 11 سنة مثلا اطفال مروا بايه دم وقتل وبعدين جات موضوع الارهاب دم وقتل وبعدين جات في الاخر الكورونا حبسة كان قدامهم ايه الموبايل الكمبيوتر كانوا يتفرجوا على ايه الالعاب الالعاب دي فيها ايه انا شوفت لعبة لسن سبع سنين فاكثر سبع سنين لولد بنت بيتبحى بنفس طريقة محمد عايد الناير اشرف دي كارثة المشهد نفسه وبعدين كمان بالدم والصوت وصورة مشاهد تانية مثلا مشهد لألعاب شواز لطفل عنده 9 سنين بالإحاقات مشهد تالت مثلا للانتحار وطرق الانتحار المختلفة طب دي كلها ألعاب الولاد بيتفرجوا عليه وإحنا سايبين الولاد للأفليكيش إحنا سايبين الولاد يعني خلينا أقف معك عندي إحنا سايبين الولاد لأنك لو كونت خط دفاع يعني حصين داخل الأجيال من انتماء من رفض للعنف من رفض للدماء هنا مهما جاءت إليكي من ألعاب ولا جيمز ولا ثورات ولا حروب ولا أي حاجة لأ يعني هو عنده مبادئ كافية إنها تصد ده أنا سايبينه سايبينه مين اللي سايبينه بقى دي من أول مؤسسات التنشئة اللي هي النواة الصغيرة بتبدأ من الأسرة لغاية يعني أكبر كيان يعني أكبر مؤسسات مجتمع مدني قطاع خاص دول لا كل شيء كل شيء لازم أتكلم ونتكلم بصراحة شوية أرجوك إحنا من الأول الحلقة بنتكلم بصراحة طبعا في نقطة مهمة جدا وخليني برضو أستشهد بتجربة مثلا جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا كان عندهم أبرتايت قعد سنين خلص في التسعينات الناس اللي قاعدت تلوقتي حضرتك مثلا أكبر مععدلات عنف أو جريمة في الشارع في جنوب أفريقيا لأنهما لسه متأثرين ثقافيا بثقافة الأبرتايت برضو خلينا برضو الأبرتايت اللي هي الفصل العنصري والتطهير العرقي لأنه كان فيه أتل ودم فعلا فنفس الكلام القبلي اللي كان بيحصل احنا مرينا ب يعني مرحلة صعبة جدا فكان النتيجة بتاعتها هذه الجرائم اللي مش معتادة على المجتمع المصري اللي موجودة في شريحة عمرية هي كانت مستقبلة للصورة للصوت لكن ده مهم جدا أنا أقول هي الأسرة فين في البداية الأم بتعمل إيه؟ الأب بيعمل إيه؟ بيعودوا مع بعض ولا لأ؟ هل هم يعني فعلا زي زي ما نكن منتفرج وإحنا صغيرين على عائلة وانيس قد إيه كانت الفكرة جميلة ورقية أب والأم بيعودوا يهزروا مع الولايات بيديهم قيمة كل حلقة وده اللي إحنا عايزين نتكلم عليه فكرة أن أنا أقدر أزرع الهواء لو كلمنا حتى مع الفارق الشديد تحية العلم وإحنا كنا بنقف صغيرين في الطبور كنا بنحي العلم بس أنا لو سألت حضرتك هل ما درسها شرحت لحضرتك يعني إيه حية العلم معتقدش بس مع الوقت بقت جزء من هويتك حضرتك لما بتسافر برة وحد ما روش لازمة بيكلم عن بلدك بتاكله خلاص إزاي؟ لأن هي خلاص جزء من ضميرك الكلام ده نقدر نعمله إزاي؟ من بداية الأسرة الأب والأم مؤسسات التنشيئة الاجتماعية الجامع الكنيسة النوادي الرياضة اللي محريب بتودي أمنك بيلعب هو المدرب ده مش مجرد بيعلمه حركتين لأ ده بيعلمه قيمة دكتورة هبة يعني بمناسبة لما حالك قلت بس بالسافر للخارج هو إحنا نعزلنا عن الخارج هو إحنا طياراتنا ما تفتحتش يعني فيه مقولة بتقول يعني عليك أن تفتح نوافذ منزلك إلى جميع الطيارات الثقافية بشرط ألا تقتلعك من جذورك صحيح يعني أنا لو عندي هويتي وعندي ثقافتي وعندي انتمائي وعندي تعليمي كويس وعندي كل ده يا صحيح أن أنا أنفتح كمان لأنه تبادل الحضاري والثقافي ده يخلي هويتي أجمد على فكرة مش أضعف ولا أهش يعني ليه العزلة وليه عدنا فترات كتيرة جدا يعني عملينا الدعي إحنا أحسن ناس وإحنا ما فيش زينا وإحنا الفراعنا وإحنا ما هو في ناس ثانية كويسة على فكرة طيب خليني أقول لحضرتك أنا عملت دراسة كنت بقارن بين تجربة إسرائيل وإيران إزاي من موزايك قدروا يعملوا ما يسمى بهوية وطنية إسرائيل تمانين جنسية إيران نصوم فورتس ونص حاجة تانية خالص طب إدروا إزاي يعملوا ده كان التعليم تعليم بالضبط التعليم من هو طفل لسه صغير بيعملوا مثلا في إسرائيل مشروع قومي مشروع قومي شايفين إيه هو الخطر بيهدد الأمن القومي والطفل الصغير اللي بيع المشروع كويس بيقابل رأس الدولة اللي هو هناك رئيس الوزر نفس الكلام في إيران بدأوا حتى في نصوص اللغات يعلموهم بعض الأفكار عن العلماء بتاعتهم يعلموهم بعض القيم المهمة الحديثة عن شخصيات بطولية عظيمة في تراثهم لو فيك تراث يعني الكلام ده كله اليابان فتنام ماليزيا يعني كل دول عملوا نهضة بالتعليم هو ده اللي احنا محتاجين التعليم مهمة قوي وفي حاجات يمكن وإحنا صغيرين بنسترجعها آه ده أنا فاكرة لما المدرس قال لي كذا بدرس كذا أنا عمري مهنسة وانا في قولة ابتدائي درس يعني درس عربي أول مرة شهيد عبدالن عمرياط وحولت ساعتها أرس مصهورة اللي كانت موجودة في الدرس دي محفورة عندي في ذاكرة دي دي نقاط مهمة قوي فين الدروس اللي بتكلمنا عن أبطالنا وتظلي يعني المقولة اللي هو التعليم في الصغر كالنقشة ده حقيقي انت يعني نقشتي على الحجر من جوه يعني وبعدين هدخل تاني لأن أنا كنت مثلا كنت كتبت مقال على الحدثة بتاعت نيره فقلت ان الطالب ده مش طالب جاي من كلية عملية ده طالب جاي من كلية أداب أداب دي يعني منبع الفكر والروح والجمال صحيح طيب هو وبعدين لما كمان ده كان أسد زيته قاله إيه قاله ده متفوق ده كممكن يبقى معيد طب انتم كنتوش ملاحظين عليه هذا التغير وهذا العنص والموضوع كمان واضح انه كان ليه كمان إرهاصات زي ما كلنا اسمعنا هنا دور أستاذ الجامعة فيه أستاذ الجامعة يعني أنا أسد زيدي ربونا كأب داعم قيمة يعني احنا كنا بنشوفهم نرسم لهم يعني صورة صحيح حضرتك ذكرت التعليم وأنا هتوقف معاك عشان بعد التقرير هنرجع عند موضوع التعليم لأنه من ضمن يعني معالم الهوية أنه يبقى كله تحت مظل التعليم واحدة يعني تقريبا لكن احنا ما حدث عندنا في السنوات الأخيرة أنه بقى فيه ازدواجية في التعليم في تعليم ماشي كإنترناشنال وناشنال وتعليم بشكل تاني وتعليم حكومي فالإزدواجية في التعليم دي ما تخرجش هوية واحدة الـ ID بتاعهم مختلف هلخليها ممكن بعد التقرير طبع بعد التقرير مصر تشهد فترة هي تعطل من الفترات المهمة جدا اللي احنا وجدنا فيها تمايز في إبراز الهوية المصرية من خلال تسقيف الوعي لدى المواطن العادي عشان يعرف يعني ايه انتماء لبطنه وانتماء لبلده مصر الدولة أو مصر الكيان هو اللي يبدأ من محل إقامة الإنسان والرئيس كان نبه ليها أكتر من مرة أنه لازم نهتم جدا بثقافة الوعي عند الجيل ده الجيل ده لازم نعلمه الانتماء أكتر الوعي والثقافة أكتر ويبقى عنده حمية وطنية وهوية وطنية دي افتقدناها كتير وما بتجيش مرة واحدة دي عايزة تدريبات كتيرة السيد الرئيس بينادي بثقافة الوعي وبينادي حتى في خطاباته ودايما بيوشيل ده في كل خطاباته وفي كل المؤتمرات وفي كل الندوات وإحنا بنتمنى أن الشعب والشباب وكل فقات المجتمع تستوعب ده وتحاول تغير من ثقافتها وتوعي ويكون دور السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بينادي بده مش طول الوقت مشاكل وتصدير مساوء وتصدير أشياء مش كويسة وبعرفهم قد إيه إن الإنسان يكون مهتم بوطنه مهتم بمنشآته مهتم بعقدته عارف إيه حب الوطن عارف إيه للرأس هو اللي بيعمله يعني لو كنا حطينا علامة استفهام واحدة عن الهوية المصرية وإيه اللي حصل لها في بداية الحلقة أنا بعد التقرير ده وإن الناس فهم الأسباب إيه بحط عشرين علامة تعجب يعني التعجب بقى من هنا إنه إحنا عارفين المشكلة والشارع المصري عارف المشكلة والرجل الشارع عارف المشكلة والمسؤولين عارفين المشكلة وعندنا مشكلة في الهوية فعلا لكن فين الحلول يعني فخلينا قبل الحلول بس يعني كنت بتكلم على ازدواجية التعليم اللي بتحصل يعني مانيش محصن قوي التعليم الحكومي بفكرة الهوية زي ما حضرتك ذكرتي برضو قبل كده وكمان في التعليم الأجنبي أحيانا ده ما فيش تحية عالم ده أحيانا بل غالبا يعني ما بقاش فيه حد بيتكلم عربي كويس يعني حسب إدارة المدرسة حسب إدارة المدرسة فالزدواجية دي ما تعملشهم مشكلة في الهوية؟ أنا مش أقول لزدواجية عن مشكلة بالعكس ده ثراء ولكن المشكلة منين؟ ثراء ثراء ماشي إسرائيل وإيران عندهم تعليم انترناشنال بس بيعملوا بيتدخلوا فيه إزاي؟ إحنا المنطقة العربية الوحيدة اللي ملناش علاقة بتعليم الوزارة ما بتدخلش في المقررات إحنا في مصر مش مصر بس إحنا المنطقة العربية أيوة الولاد مثلا في المدرسة بيدرس أسرة عادية أب وأم هما لسه في كيجي وأسرة تانية جايز يعني مثليين وشايبينهم كده في بعض المدارس طيب فين تدخل الوزارة؟ هما بيدخلوا بيقولوا إيه اللي يتقال في التعليم الانترناشن وإيه ما يتقالش؟ هل ده يتنسب مع الهوية بتاعتهم اللي بيحاولوا يبنوها؟ أم لا؟ ده مهم قوي وأنا بأتكلم عن عقود أصل مدارس الانترناشن دي مستثمرين العقود الاستثمار في البداية أنت مشروع مش تجاري أنت مشروع تعليمي تبني لي إنسان وبحكم عشان الكلاس يعني أو الطبقة هو مخرج التعليم الانترناشن فرصته أكتر في تولي مناصب قيادية بس في نفس الوقت كمان لو حضرتك كنت بتذكري إسرائيل وإيران هتلاقي التعليم العام فيه اهتمام كبير طبعا التعليم العام بس أنا أقول لحضرتك على حاجة وأنا مؤمنة جدا يعني إسرائيل وإيران ودي نقطة مهمة قوي بيتكلموا فيها إيه؟ أهمية مجانات التعليم لغاية قبل الجامعة بس الجامعة طبعا مستوية الدخول لناك مختلفة فبيضي قروض لكن إحنا يعني مستوية الدخول ما قدرش أقول إن أنا دي قروض لا فمجانات التعليم ركن رئيسي ولازم أسأل حليك سؤال هل هو العالم عندنا في مصر بيطلع ابن وزير والابن السفير وابن رجل الأعمال بيطلع خريج مدرسة إنترناشنال المؤدين فيها أولادنا؟ أكيد لا بيطلع من قرية متواضعة جدا مدرسة متواضعة الإمكانيات جدا لأنه عنده جينات بتتوهج مع بعض المدنية والرفاها فيبتدي بقى يشتغل على نفسه بقدر إنترناته بحسب وصف حضرتك يعني إذن المدخلات التي دخلت على المواطن المصري منذ نعومة الأظافر خاصة في الأجيال الحالية مدخلات تبعد قليلا عن الهوية المصرية ومدخلات تؤدي به إلى تغير نقدر نقول لو حطناها قدام علماء الاجتماع تغير في التركيبة الاجتماعية المصرية ومدخلات تؤدي إلى العنف كل دي مخرجات للمواطن المصري في هذه المرحلة وإنه قد تكون الأزمات تظهر لكن احنا عايزين كمان الرخاء وعايزين أي حالة من حالات البناء والمسندة والاستفاف يعني يبقى فيه الهوية المصرية موجودة فإذا كانت هذه المدخلات حمايتها تبقى زي فانه حالك ذكرت التعليم يعني التعليم بس خلينا يعني ندي اختراحات كمان للتعليم التعليم بمعنى أعمل إيه؟ يعني أتدخل في الإنترناشنال؟ أعلي من مستوى التعليم الحكومي؟ أو أعمل إيه كمان؟ يعني أنا مش عايزة أقول التدخل بمعنى تدخل في الإنترناشنال ولكن يبقى عندي نوع من التنقيح ما يتوافق مع الثقافة وثقافة المجتمع وإنه المجتمع محافظ مهم جداً أنا بص إيه اللي بيدرس لولادنا وخصوصاً التاريخ ودي مش بس في التعليم الإنترناشنال في كل كليات اللغات التاريخ بتاعنا اللي بندرسه العربي غير التاريخ اللي بيدرسوه هم باللغات التانية فلازم بيقى فيه تنقيح أيضاً نقطة مهمة جداً وأنا بكلم عن التعليم لا أزود الجرعة شوية الجرعة الوطنية الجرعة اللي بتبقى يعني أسمع قصص أبطال أبطال تلاتة وسبعين ده فيه قصص يعني حيلة جداً والنمازج قالت لنا في الدراما يعني لما عملنا الممر وعملنا الاختيار وعملنا هجمة مرتدة وعملنا نتيجة غير طبعية وده عكس كلام بعض المنتجين ولكن الشارع مش عايز يسمع ده لا الشارع حب ده حب ده أنا مثلاً في الممر أنا دخلته أربع مرات السينما لأنه ابني كان صغير كان سبع سنين لأ أنا عايز أدخله وكل مرة كانت السينما تنتهي بتسقيف مع مختلف الطبقات والأعمار وكل حاجة صحيح أعمل حالة مختلفة أنا نفسي أن أطمعها بصراحة نفسي مزيد من الممر يعني بس من غير ما أجيب برضو مناظر الدم عشان أنا عايز أمشي نسبة العنف دي من ذاكرة المواطن والمشاهد الأغاني الوطنية مثلاً نفسي مرة بصراحة إحنا بس بنحطها وقت ما يبقى عندنا أزم حدث حدث لكن أنا نفسي كل يوم مش عايب أن أسمع كل يوم وصلت أغاني وطنية صحيح مش عايب خالص يعني تمسيات رفوة الهجان دي لما بتيجي بتعمل حالة عندنا حالة جمعة الشوان طب أنا عايزة محتاجة مزيد من هذه الأعمال مش عايب خالص أن أدرس الآخر مش عايب بالعكس هو بيدرسني لو هم شرحني أنا كمان أدرسه ده أمر جيد ومهم أيضاً مهمة قوي أن أنا بص على شبابنا في مؤسسات بتلعب دور كويس قوي في نشر الوعي هقول بس بعض الأسماء الأكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية مكافحة الفساد أكاديمية ناصر وغيرها كتير تمام المعهد عندنا مع التخطيط القومي المعهد القومي العلوم الاجتماعية والجنائية دي كلها يعني مؤسسات بتلعب دور بس في مؤسسات تانية برضو بتحاول تلعب دور بتلعب دور غلط إزاي؟ في بعض المفاهيم المغلوطة اللي بيدرسوها للشباب زي؟ زي المواطن العالمي المواطن العالمي ده مين ده راجل اللي يلايهم بالحدود السياسية ولا بالموضة المقدسة ولا بالكتب المقدسة ما أقولوش علاقة بالحدود السياسية يعني إيه يعني بعد كده نتكلم على إيه مش مهم جيش مين المؤسسات اللي بتدرس المواطن العالمي؟ بعض المؤسسات آه يعني يعني دي بعض الأصوات اللي ممكن تكون بتدرس بعض المؤسسات بعض المؤسسات كمان؟ بعض المؤسسات هي الفكرة مش أقول إنها نوع من التخوين لا خالص ولكن وعي مغلوط الوعي الزائف بس مش معنى كلامك إنك بترفض الإنفتاح على الأخر لا بالعقلية نقدية بالعكس بالعكس أنا لو أنا مثلا مسك البروجيكت ده هقوله حريكاً هعمله بس مش عمله في إطار المواطن العالمي لكن مواطن مشارك كمان زي ما قال سيادة الرئيس في مؤتمر جدة كان مقدم خمس محور محور التاني اتكلم عن الهوية الجامعة مزبوط اتكلم عن مشاكل تانية تعيدنا إلى مراحلات ما قبل الدولة القومية لهي الطائفة لا أنا مش عايزة ده أنا عايزة أتكلم عن الهوية عن الوطنية عن المواطنة مين هو المصري؟ سيادة الرئيس ما بيكي تكلم عن يبقى فيه أي افتتاح لأي إيفنت دايماً فيه جزء منه شو فرعوني ليه؟ علشان لازم بيركز أن أنت جزء من هويتك انتمائك إلى دي الحضارة العريقة ودي متجسدرة على فكرة في كل تصرفاتنا كمصريين يعني حتى أنا أسفى أن أنا لو هستلهم يعني حتى تصرف غلط يعني لما حريك بتلاقي الإشارة يعني حمراء وتلقوا واحد عايز يتحطاه هو صاحب قرارك بس قراره غلط وعايزة أف بس هو صاحب قرار مختلف لما بنسافر برا بنلاقي إن إحنا شخصياتنا مختلفة عن شخصيات شعوب تانية كتير يعني بتندمجي تحت قانون معين كمان؟ بالزبط بس أنا هكلم بطريقة التفكير وعايز أقول لحضرتك أنا مؤمنة جداً بالمذهب الزيتي جداً يعني إيه؟ يعني أنا لو شغلت على نفسي وطورت من قدراتي وحضرتك نفس الكلام والشعب هو إيه أنا وإنت وهو هي ابني وابنك كل واحد عمل كده هو خلاص هو إحنا مش محتاجين بس أحط الأساس يا فندم يعني اللي بيشتغل على نفسه ده بيبقى ترماله الأساس وبعدين هو بيشطب يعني إنجاز التعبير الأساس أنا شايفة إن هو موجود موجود بحكم زي ما قالها الدكتور جمال حمدان طبيعي زي المكان والشخصية المصرية التعليم يمكن عندنا يعني دكتور طارق شاوي بيحاول إن هو يعني يفايت عشان التغيير وإيه 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 إحنا برضو أكتر مئة مليون نسمة وفالكام الكبير لكن أنا بتكلم في إطار إيه المنهج الزيت يعني أنا لو اشتغلت على نفسي وسفرت بره هلاقي إن أنا طريقة تفكيري مختلفة المعنسات بتاعي مختلفة لإن أنا فعلا جزء من ده أنا ورساب حكم الجينيتي ودي نقطة مهمة جداً أنا مش جاي أقول بقى طب والماضي فين وإحنا نفضل على الماضي لا أنا بقول حليك اشتغل على نفسك في أي فكرة أن أنت حديك تبقى أعمل زي السفنجة تمتص الجيد صح وتسيب اللي هو الزيادة بقى اللي مش محتاجينه اللي هو مش بتاعنا يعني ده مثلا دولة بتعمله لما منتكلم عن حول إنسان أنا طبعا مع الحريات لكن في نفس الوقت نجيش تقولي المسليين لا إحنا دولة إسلامية محافظة في حاجات ينفع أخدها أو حاجات ما ينفعش أخدها ما ينفعش يعني أدرس برا واخد كل شيء واجهة طبق لا ما ينفعش طيب خلينا نطلع فاصل الأخير الأغنية اللطيفة كده تهدي الجو ونرجع يعني ننهي في الفقرة القادمة بتوسيات هامة يا جماعة يعني احنا مش بندي نظرة سودوية ولا أي حاجة ومش بننتقد من أجل الانتقاد أي حاجة لكن خلينا نفتح الجروح لأنه موضوع الهوية المصرية والتغيرات الاجتماعية الأخيرة اللي ظهر في المجتمع المصري يعني تخلينا ندق نقوص الخطر هذا اللي احنا بنعمله مش أكثر بعد العناني الدكتورة هيبة يعني في الثلاث دقائق اللي جايين دول نحط خارطة طريق كده يعني عصف ذهني للمسؤولين وللأسرة عن يعني كيفية استعادة الهوية المصرية بس بتطويرها كمان لأن احنا بنخشى من التطوير يعني ناسي تفتكر أن التطوير ده تغيير أنت لما تتطور هتغير هتغير هويتك لأ زي ما دينا مثل النموذج الهوية الشخصية أنها تطورت بكل الوسائل أنت كمان يعني هويتك تتطور ليه لأ؟ بداية من الأسر يعني هل ولدنا؟ أنت متفق الأول معي أن التطوير غير التغيير طبعا التطوير غير التغيير التطوير أن أنا بحافظ على يعني ركائز هي الأصالة بتاعتي في نفس الوقت بأكتسب معارف جديدة بأتعلم بأزود من بأتعايش مع العصر وأدواته طبعا بداية من الأسرة طبعا ويعني مهمة قوي فكرة أنها ربط ولادي بالتاريخ فيه متاحف كثيرة سيادة الرئيس لسا يعني افتتحوا متحف الحضارة قريب جدا بقى بيعملوا حاجات كمان لولاد الصغارين بطريقة اللغة بتاعتهم اللي بيحبوها التقنيات الحديثة بقت موجودة في المتاحف مهمة قوي أن أنا أخذ ولادي ويشوفوا حضارة بلدهم أثار بلدهم يعرفوا هم مين حرب بانوراما 6 أكتوبر يعني أنا في البداية خالص قبل ما تتطور روحت مع مثلا ياسين ابني مع حبهاش لأنه كنا احنا بتبهير نحن هو أول ما بدأوا يتوروها بقى مبهر بيها زي مثلا فيلم ممار فيلم ممار في السانمة حريكوا تشوف بقى نفس الأصوات الطريقة كانت مبهرة لأن خطبتهم هم مهم جدا أن أنا ألعب على هذه النقطة. النقطة الثانية كمان القيم الإيجابية. هو مش عيب خالص أن أنا أخذ ولادي يروحوا ويزوروا مشروع خيري جمعية أهلية نعلم أولادنا التانيين المشاركة المشاركة وفي دور الأيتام للأولادنا من حقهم علينا نعلمهم الحياة هو مش عايز منك فلوس هو عايز منك حياة يعني أنا مش يعني مش عايزة بس أتكلم على التبرعات أنا عايزة أتكلم عن جزء من وقتك تطوع روح الطفل الصغير ده ما عندوش أبو أم يقول له إيه صح من الغلط ويمكن برضو المشرفين في الدور ما عندهمش الوقت ده اللي بنعطي إحنا مع أولادنا أيضا كمان نقطة مهمة أن أنا أتكلم بقى على الأظهر والكنيسة أتكلم عن أنا نفسي دروس الوعظ في الكنيسة في الجامع الخطبة دلوقتي بقت يعني موحدة بس أنا نفسي ما تبقى موحدة في إطار كل محافظة مش في إطار الجمهورية كاملا لأن كل محافظة بما تتناسب مع موضوعاتها مع ظروفها طبعا المشكلة في القاهرة غير المشكلة في أسواق صحيح أيضا يعني الكتاب بتاع زمان اللي بنحفظ فيه الكرآن ده مهمة قوي إنه ليه رجعتاني أولادنا وفي إطار تحت إدارة الدولة تمام زي ما عمل شيخ لازهر مؤقرا مثلا بس أنا طمع شوية عايز أكتر أيضا مهمة كمان وأنا بتكلم على التعليم مثلا في احتفالات الوطنية بتاعتنا هو لسه أبطلنا في حرب 73 ربنا ديهم الصحة موجودين ليه ما استغلش وجودهم ده وأعمل أفلام مثلا يجيوا مثلا نكلموا في المدارس وفي نفس الوقت أعمل أفلام الفيلم البطل بيحكي القصة وأحفاده عاديين جنبه وفيه أفلام كارتون بقى بتتحرك وتدي الحدث ده الفيلم بتاع بكار الكارتون ده حريب ما تتصورش عمل حالة زي عند أهلنا في النوبة صحيح مفيش بيت في النوبة غير مرسوم عليه بكار إذا المجهودات شاملة يعني المسألة محتاجة إلى تحرك أقوى مما نحن عليه دكتورة هيبة جمال الدين أستاذ مساعد في النظم السياسية ودراسات المستقبلية مع التقديد القوى مشكورك شكرا جزيلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة